احنا بيوتنا ديقة والتدخين السلبي بيأثر على الزوجة اولا اذا كانت يعني هو ليه تأثيرات يعني مبدئيا لو انت ناوي زوجين وناويين الحمل مثلا بيأخر الحمل لو حصل حمل ممكن ينهي الحمل مبكرا يعني انت زوج بتدخن ومتزوج حديثا ممكن يسبب اجهاض مبكر بعد كده ممكن يسبب تشوهات للجنين اثناء الحمل حدرتك بتتكلم في حتة تانية خالص ده احنا بنتكلم عن الحامل المدخن احنا بنتكلم عن الزوجين اللي في الاول الزوج اللي لسه بيحاول انه هو ما يأثر الزوج المدخن اللي متجاوز واحدة ومش مدخنة المدخنة نفس التأثير التدخين بيأثر عليها على الجنين بيأخر حملها اذا كانت ناوي الحمل بيسبب اجهاض مبكر بيعمل تشوهات في الجنين اثناء تكوينه بس دي بنسبة كبيرة يعني برضو عشان الناس ما تتخضش هل ده بنسبة كبيرة يعني فيه ابحاثها المية بتقول فعلا ده بيحصل طبعا بس مش بنسبة كبيرة في ابحاث بتؤكد هذا الكلام انه لوحز انه السيدات الحوامل المدخنات بيحصل عندهم تشوهات في الجنين وبيحصل اجهاض مبكر ودي بتلاحظ بتعمل بحث على عدد كبير من بيش شاف ليه حصل الاجهاض فبيلاقي نسبة منهم كبيرة اغلبها كانوا مدخنين فبيثبت ان التدخين ليعلاق بهذا الموضوع طبعا ده التأثير المباشر فيه تأثير او السريع كمان على انما تأثير الاب او الام اللي بتدخن في البيت على اولادها زي ما قلتوا تأثير القدوة ان هو بيشوف والده او والدته بتدخن فبيفتكري ان دي حاجة كويسة وعايز يقتدي بيها ولو ان انا ماقتديتش بيها انا خدت اثر عكسي اما شفت والدي بيدخن الله ارحمه كرهت التدخين لانه لكن بتسيب الاثر ده الطفل بيقولك والدي بيدخن وإيه اللي بيحصل ده الاثر البعيد بتأثر على جهازه التنفسي لو الطفل صغير بتسبب له ربه بتسبب له التهاب في الشعب الهوائية لو هو عنده حساسية اصلا ممكن تعمله ازمات ربوية انا بسأل اي ام جايب الطفل بتقول لي كوحة مش عايزة تروح من عنده طبع عندكو في حد بيدخن اول سؤال تاني سؤال هل في حيوانات قليفة في البيت دي من الاسباب اللي بتعمل حساسية فالتدخين من الاسباب اللي بتعمل حساسية وبسبب ازمات ربو جديدة عند اطفالنا ده غير طبعا انه بتأخر النمو العقلي ليهم يعني التطور النمو العقلي والتطور الدراسي والحاجات دي بتأخروا ازا كنا حريصين قوي ونا شاف يعني الحرص اولياء الامور وقفين على بواب المدارس علشان السنوال عامة والامتحانات فانت ما تدخنش في البيت ما تفتكرش ان انت لما بتدخن بعيد ما فيش حاجة اسمها بعيد بعيد فين وخصوصا كمان في التدخين مساء يعني دايما الزوج بيرجع بالليل ويبقى البيت مغلق مقفل وبعدين يقولك طب هي القزمة بتيجي ليه بالليل القزمة بتيجي نتيجة تراكم الابخرة والتبغ والحاجات دي في سقف الحجرة او سقف المنزل وتبتدي تنزل وتسبب ازمة على الساعة اثنين الفاجر الساعة ثلاثة الفاجر عند طفل عنده احساسية صدر اشتركوا في القناة